السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس البرمجة بلغة كوتلين درس اليوم سنتحدث فيه عن عبارة ألوان لا يجب أن نترك الأمر كعبارة وعبارة سنقوم بعمل مثال بسيط وهو الآلة الحاسبة بمعنى أن تعرفنا على عبارة الف أظن أنك تعرف كيف تعمل الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة هي أنك ستطلب من المستخدم أن يكتبه variable يعني تطلب منها أن يكتبه رقم ثم يكتبه الرقم الثاني ثم يكتب العملية الحسابية التي يريدها جمع طرح قسمة أو ضرب كيف نقوم بهذا في الكوتلين سنقوم بعمل variable جديد سيكون A سيكون يعني من ما يكتبه المستخدم هذه الأشياء شرحناها لا داعي لإعداد شرحها وسيكون هناك variable آخر B يعني سنقوم بتحويل الكلام الذي قلناه الآن إلى شيء برمجي إلى كود برمجي لدينا متغير A يكتبه المستخدم ولدينا متغير B يكتبه المستخدم كلاهما أنتجر ثم لدينا مستخدم آخر يسمى operator دعوني أكتبه بشكل صحيح أظن أنا أكتبه بشكل صحيح هكذا سيكتبها أيضا المستخدم read line وسيقوم بتحويلها إلى string لأننا نريدها كstring كل شيء بسيط الآن لكن يمكننا إضافة بعض الجمالية عليه لماذا جمالية لأننا إذا الآن شغلنا الكود لن يعرف المستخدم أي شيء فقط ستظهر له شاشة سوداء كيف نقوم بتحسينها قليلا سنقوم بتحسينها بالشكل التالي سنكتب له كملاحظة أو ما الذي سيقوم نستخدم به سنكتب له سنطبع له على شاشة الكونسول write A write A بهذا الشكل ثم سنقوم بالمثل في B write B ثم سنقوم له هنا مثلا عندما يكتب الoperator سنقوم له what you want to do يعني ما الذي تريد أن تفعله أو ما هي العملية الحسابية التي تريد أن تقوم بها what you want to do حسناً لأن أظن أن كل شيء جميل لا يوجد مشكلة معنا دعونا نجرب فقط يقول لنا أكتب الآي سأكتب له الآي ثلاثة سيقول لنا أكتب الآي سأقول له أن الآي هو خمسة يقول لماذا تريد أن تفعله سأقول له على مدزايت لكن لا يحدث شيء لماذا لا يحدث شيء بكل بساطة لأننا لم نكتب له شيء حسناً سنقول له إذا كانت الآي سنقول له إذا كانت الoperator وليس الآي عفون نقول له إذا كان الoperator هو عملية الجمع أو كتب المستخدم جمع فسيقوم بالبرنامج بالتالي البرنامج سيقوم بإظهار النتيجة النتيجة ستكون هي سنقوم بنفس العملية بالنسبة لبقية العمليات سنقوم بعمل فقط copy paste لهذه العملية هكذا سنقوم بعمل copy لها الجمع أربع عمليات هذه هي الجمع والضرح والضرب 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 والقسمة وسنقوم بها أيضاً هنا في الكود لكي لا ننسى الجمع والضرح والضرب 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 هذا هو الضرب والقسمة حسناً هذا هو الكود يعني كود سليم جداً مريح للعين لا يوجد مشكلة معه لكن المشكلة هو أنه طويل جداً لكن الخطأ في هذا الكود ما هو الخطأ في هذا الكود في حالة أخرى في حالة هذه سيصلح لها مشكلة لكن في حالة أخرى ما الذي سيقوم به البرنامج سيقوم بالتحقق عن هذا الشرط ثم التحقق من هذا الشرط يعني يتحقق من الoperator أكثر من مرة نحن لا نريد هذا نريده أن يتحقق المرة الأولى إذا وجدها صحيحة فيكمل إذا لم يجدها صحيحة فيذهب إلى جزء الذي سميناه جزء الآلس بالتالي سنقلل الكثير من يعني سنزيد من أداء البرنامج سرعة خاصة في العمليات الكبيرة هكذا سنجعل منه أفضل بكثير عندما نضيفه له شرط الآلس فسيقوم بالتنفيذ هذا الكود فقط إذا حدث ووجدها الزائد فسيقوم بالتنفيذه إذا لم يجده سينتقل إلى هنا إذا لم يجده سينتقل إلى هنا إذا لم يجده سينتقل إلى هنا بكل بساطة لكن عندما تكتبوا له بدون الآلس فسيقوم بتنفيذ هذا الكود سيقوم بتنفيذ هذا والآخر والذي بعده سيقوم بتنفيذ العمليات الأربعة كاملة الآن سنشغل البرنامج بطبيعة الحال أظن أنه سيعمل إذا لم أكن قد نسيت أي شيء الفاريبول A هو خمسة والفاريبول B هو خمسة والعملية تساوي طبعا خطأ في العملية سأقول إلى عملية أخرى خمسة سبعة أو أي أرقام العملية هي الجمعة وسيعطي لنا النتجة بكل بساطة كما ترون هذه الآلة الحسيبة قمنا بعملها باستخدام عبارة F لكن سنقوم بعملها بطريقة أفضل وهي باستخدام عبارة L لكي نجعل الأمر أكثر تنظيما سنقوم بتعليق هذا الكود ثم سنكتب له عبارة L مرحبا بالعبارة الجديدة التي تسمى L سنقول له بكل بساطة Operator عندما يكون ال Operator أحد هذه الإحتمالات هنا تكتب له الإحتمالات الإحتمال الأول هو أن تكون العملية هي زائد كيف نقول له إذا كان زائد قم بالتالي كيف نقوم بترجمة قم بالتالي أو قم بالأعمال التالية في الكودلين نضع علامة النقص ثم علامة الأكبر وهنا تكتب له الكود الذي تريده إذا كان مجموعة من الأقوات تكتبها هنا إذا كان كود واحد فلا داعي سنقوم بكتابته هكذا سيقوم مريح للعين بهذا الشكل Print line A plus B سنقوم بنفس الشيء على العمليات الباقية كما ترون يعني أظن أن النتيجة النهائية وصلت لكم كيف ستصبح علامة السائد علامة النقص علامة الثرب وعلامة القسمة ونقوم بنفس الشيء هنا علامة الطرح الثرب والقسمة دعونا نقوم بتشغيل طبعا هذا الكود هنا معلق لن يشتغل شرحت التعليقات بشكل مفصل جدا في درسة ستة زائد سبعة سنقوم بحل الأملية هي سبعة ويقول ننتجة ثلاثة عشر يقوم بها بأفضل ما يمكن المهم الآن ظهر لنا من الذي قمت به عبارة وان قلصت لدينا الكثير من العمل قلصته في شكل بسيط هنا حسنا كيف يمكننا الاستفادة من عبارة وان بعدة طرق اخرى بعدة طرق مثلا يمكننا المثال الخاص بنا حاليا هو حول الأوبريتر فقط لكن لو كان مثال اخر يمكنك ان تقوم به بعدة اشكال مثلا دعوني اشرح لكم كيف نقوم باستخدام عدة شروط مثلا لو كان الأوبريتر هو زائد ثم نقول له او كان حالة اخرى يعني عدة شروط في شرط واحد مثلا لو كتب المستخدم بلاس يعني لم يكتب زائد بل كتب بلاس ايضا ما الذي سيحدث يعني كان يمكننا ان نقوم باضافتها في الكود اعلى ايضا لكن سنقوم بها بهذا الشكل الباصل خمسة زائد ثمانية وسنقل له هنا بلاس كما ترون قام بحسابها بكل بساطة هذه العبارة عندما تضع له الفاصلة يمكنك ان تضع له اكثر من شرط هنا يمكنك ان تضع له الشرط الذي تريده الشروط جميعها التي سنتعلمها من الان وصاعدا او تلمناها سابقا يمكنك تطبيقها فمثلا تقول له يعني اي شرط على الابيريتور هنا مثلا سنقل له يعني هي ادت للتحقق يوجد ايضا التي استخدمناها من اجل الرينجز او المجالات هكذا يعني تقول له اذا كان بين هذا المجال او في هذا المجال قم بالتالي بكل بساطة قم بالتالي بنفس الشيء لا يهمنا سنتعرف عليها مع مرور الدروس الشيء الذي سيهمنا الان وهو كيف نستخدم عبارة وان كاكسبرشن بما ان تعرفنا عليه كيف نقوم بالامر مع اف سنتعرف عليه ايضا مع عبارة الوان سنقوم بعمل متغير جديد فال فال جديد نسميه result هذا المتغير ستكون قيمته على حسب ما تنتجه لنا الوان نضع الشرط الخاص بالوان operator ثم سنقل له الشروط سنقوم بنقل هذه الشروط هنا نسخ كي لا نكسر من الكلام نسخ ثم نقوم بنزل هذا ثم هكذا لكن الشيء المختلف هنا هو اننا لن نقوم بعملية يعني اذا كان ال operator يقوم بهذا الشكل بل سيرجع لنا نتيجة لكي يرجع لنا نتيجة بكل بساطة سنقوم بحثف ال print line الموجودة هنا سنقوم بحثفها في كل مكان لاننا لن نحتاج ان يقوم ب statement بل نحتاج ان يرجع لنا قيمة القيمة التي تنتج هنا يعني هذه ال a plus b ستذهب الان مباشرة الى ال result كما ترون يوجد خط احمر هنا هل تتذكرون السبب؟ اظن اني شرحته في الدرس السابق وهو ان عبارة عندما تستخدم اي عبارة ك expression فيجب ان تضع لها الشطر الخاص بال else فالحالة اذا لم يكن المستخدم كتبه واحدة من هذه الاشياء فيجب ان نقلو له ما الذي يفعله يجب ان يعرف البرنامج ما الذي سيفعله في تلتة حالة سنقلو له مثلا لا شيء يعني اي كلمة يمكنك ان تكتبها لا يوجد مشكلة سنقوم الان بتشغيل البرنامج حسنا يطلب منك تبات الرقم سنتبه لها الرقم 10 ثم الرقم 34 سنقلو له قم بعملية الجمع وسيعطي اوبس لم يعطي لنا نتيجة لماذا؟ بطبيعة الحال لاننا نتيجة مخزنة في ال result ولكن ال result ماذا سنفعل بتلك ال result نحن نريد ان نقوم بطباعة تلك النتيجة ال result والتي سنتبعها في سطر اخر سنتبع النتيجة يعني البرنامج قام بالحساب ووضع النتيجة في مدغي result لكننا نحن لم نقوم بعمل يظهر لتلك النتيجة دعوني اقوم مثلا بالرقم 50 والرقم 5 ونقوم بعملية القسمة والنتيجة هي 10 كما ترون ترى بهذا ينتهي درس اليوم اتمنى ان يكون قد افادكم ونلتقي في الدرس الاخر وتركوا لي تعليق حول جودة الصوت فهذا المايكروفون كلفاني كثيرا اتمنى ان يكون رائع مثل سعره السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر